اهلا بكم عزيزيان مشاهديين مرة اخرى وبخصوص اضن الحرب في اليمن والتسوية المقترحة من قبل المملكة العربية السعودية والتي يقال انها تجري عبر الوساطة العمانية نرى بين اللحظة والاخرى تصريحات الجانب الامريكي حول هذه المبادرة تصريحات لافتة للسفير الامريكي يقول فيها بانه يجب عدم التسرع في الذهاب الى تسويب الحوثيين باعتبار أن الورقة المقدمة من السعوديين قد تعطي الحوثيين الكعب الأعلى في أي تسوية قادمة وأن هذا الأمر غير مقبول على الأقل من وجهة نظر الأمريكا ويقول أنه من المستحيل قبول اتفاقية تتحي استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين لا نستطيع تحقيق سلام بالمعادلة التي ترسمها الخارطة التي قدمتها السعودي لكن واللافت أيضا بعد هذه التصريحات للسفير الأمريكي في اليمن هناك تصريحات لمصدر مسؤول أمريكا أيضا يقول أن الورقة السعودية جيدة وأن الأولى تدعم حلا سياسيا للأزمة في اليمن وأن الخطر ما يزال على الأمريكا في اليمن هو القاعدة وليس الحوثي كيف يمكن فهم هذه التناقضات للجانب الأمريكي وهل هناك تنصيق أو تفاهم بين الجانب الأمريكي مع الجانب السعودي يدفع بعملة السلام أم يعرقل عملية السلام كما يرى البعض حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتور ناصر الطويل معنا في الستيديو وهو أستاذ العلم السياسية بجامعة صنعة والباحث والمحلل السياسي أهلا بك دكتور ناصر أهلا وسهلا بك وحيكم الله كما أرحب كبالك أيضا باللواء محمد القبيبان خبير العسكري والإستراتيجي أهلا بك دكتور لواء محمد أهلا وسهلا سعيد معك سيد عبدالله مرة ثانية على الشاشة في اليمن نعم إذن اسمحوا لنا أن أتابع لهذا التقرير ومن ثم نعود معكم بقدر ما تبنت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة رعية شكلت حماية كبيرة للحوثيين منذ انقلابهم على الدولة مرورا بالضغوطات الأمريكية التي ساهمت في عرقلة تقدم الجيش الوطني باتجاه صنعاء بعد أن كانت قواته قد وصلت فرضة نهم وصولا إلى تدخل الإدارة الأمريكية بكل اتقالها لمنع سقوط مدينة وميناء الحديدة تحت قبط قوات العمالقة والمقاومة الشعبية التهامية التي كانت قد أصبحت على بعد أقل من أربعة كيلو من الميناء كون المصالح الأمريكية اقتضت الحفاظ على الحوثيين بدافعا من هوس السياسة الأمريكية بخلق ما تعتقده توازنا في اليمن والمنطقة لكن هل ذلك مبدأ ثابت في السياسة الأمريكية تجاه ملف اليمن؟ أم أنه يتطور ويتغير طبقا لمصالحها؟ ومن ثم هل يمكن أن تغير موقفها الداعم للحوثيين إلى سياسة تتبنى تهذيب طموحاتهم الإقليمية؟ وكيف سيبدو هذا التغيير إن حصل؟ وما احتمالات تأثيره على المفاوضات بين السعوديين والحوثيين؟ تم تنبرة مختلفة في الخطاب الأمريكي بشأن اتفاق السويد المحتمل في اليمن وبدلا من الدعم الكامل الذي كانت تبديه الإدارة الأمريكية لاتفاق سلام يمنح الحوثيين امتيازات هائلة ومارست ضغوطا كبيرة على السعودية للقبول بذلك لكنها مؤخرا صارت تعبر عن رفضها للتسوية بالصيغة التي قدمتها الأمم المتحدة قبل أيام قال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن إن الحكومة اليمنية لن توقع اتفاقية سلام يكون للحوثيين الكعب الأعلى فيها من خلال استمرار حصولهم على الأسلحة والصواريخ الباليسية والطائرات المسيرة ولن يكون هناك سلام بهذه المعادلة بل إن السفير الأمريكي انتقد خارطة السلام التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة ووصفها بأنها ليست اتفاقية مما تعنيه الكلمة ولن تكون قابلة لتطبيق على المدى القريب وانطوى التصريحاته على دعوة للصعودية بعدم التسرع وهو ما فتح مجالا للتساؤل بشأن موقف الإدارة الأمريكية وهل تغير تجاه الحوثيين فعلا وكيف سيؤثر على مفاوضات التسوية بين السعوديين والحوثيين هلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى وقدر الترحيب كذلك بظيوفنا العزاء ودام أهدوكت الناصر كيف يبدو لك التصريحات الأمريكية؟ هل تعكس بالحولا أمريكيا أم ربما هي فقط تصريحات؟ حتى نفهم الموقف الأمريكي هناك موقف أمريكي استراتيجي أساسي الذي هو ما قبل 7 أكتوبر الذي لا ينظر إلى الحوثيين بأنهم الخطر الأكبر داخل اليمن هو ينظر إلى القاعدة بأنها هي الخطر الأكبر وما يرتبط بالقاعدة والبيئة التي يعتبرها القاعدة ينظر إلى الحوثيين أنها جماعة محلية تناوش مجموعات يمنية أخرى وتنازعهم على السلطة والثروة لكن الظرف الطارئ الذي هو أحداث 7 أكتوبر والحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومن ثم هجمات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن هو الذي أوجد هذا الموقف الأمريكي الجديد وهو موقف بالمناسبة هو موقف مؤقت ليس دائم بمعنى هو مربوط بحادثها مربوط بهذه الأحداث وعندما يحدث التحول أو أن تنتهي الحرب العدوانية الهمجية الإسرائيلية على غزة وعلى الفلسطينيين هذا سيعود في تقديري الموقف الأمريكي إلى وفعه السابق هو أمامنا تصريحان الآن تصريح للسفير ويبدو أنه غاضب من الحوثيين ويقول من الغير المقبول ذهب إلى تسوية تجعل من الحوثيين ذو كعب أعلى في اليمن والذين أيضا تصريحت بعدها لمسدر مسؤول في الخارج يقول نفس اللي ذكرته أنه الخطر هو القاعدة الحوثي طرف محلي كما قلت وأنهم يدعمون التسوية المقترحة من قبل السوري هو لا يريد أن يقول أوقفه وكأنه هل تصريحة الأخيرة تلغي تصريحة السفير أم لا؟ هو لا يريد أن يقال أنه وقفه خرطة السلام في هذه المرحلة حتى يتوقف الحوثي في هجمات البهر أحمر لا يريد أن يقولها صراحة لكن يريد أنه سيكون حظ الحوثي هو القعب من مصالح اليمنية غير المتحدثة ومصالح اليمنية الحديث بمصالح اليمنية لكن في الحقيقة بالأساس هي مصالح أمريكي بمعنى أنه مجرد أن يتوقف هجمات الحوثيين في تقديري سيعود الموقف الأمريكي إلى وضعه السابق سيعود الموقف الأوروبي حتى إلى أنه برغم هجمات الحوثيين في البحر الأحمر رغم تضرت الملاحة الدولية لكن في تقديره أنه لا يمثل خطر إلى الآن ربما في وعي أو في مدركات صانع القرار الغربي والأمريكي أنه الحوثي إلى الآن هو هذا الموقف كان عرضي وأنه حقيقة موقفه ليس معادل الغرب وليس معادل أمريكا وإنما هو مرتبط بهذا الموقف العارض ويعني لا يمثل خطر أو طرف عدو استراتيجي بالنسبة للغرب على نحو الأطراف الأخرى هذا التناقض هو ناتج عن هذه اللحظة هذه اللحظة فقط ولكن في تقديري الأمر في الأساس هو النظر الحوثي أحد أطراف الصراح اليمني لا يمثل أي خطر الارتباط بإيران التصعيد في البحر أمر كل ذلك لا يؤثر إنما مسألة لحظة في تقديري أنه حتى الأمريكي الآن لم يكتنعوا بأن الحوثي يرتبط الارتباط كامل حتى هذه اللحظة بإيران في تقديري أو أنهم يرونهم بالإمكان عزله أو على الأقل الفصل ما بين مصالح الحوثي ومصالح الإمريكي سأعود إليك سأعود في تباصل كثير لكن دعا أيضا في السؤال الأساسي نأخذ رأيه المحمد القبابان وحول هذه التصريحات الأمريكية وكيف يمكن أيضا فهمها هل نتحول بالفعل للأمريكيين تجاه الحوثيين كما رأينا في صفحة السفير مثلا الذي يقول لا يمكن دعم تسوية سياسية تعطي الحوثيين الكعبة الأعلى في البلاد وأيضا أنه يجب أيضا أن تكون هناك أن تأنى في مسألات الذهابية للتسوية السياسية ما الذي ترى؟ وكيف يمكن قراءة هذه المواقع؟ يا أهلا وسهلا فيك سيدة عبدالله وحيري الدكتور ناصر والسيدات والسادة المشاهدين أنا أرى أنه الجانب الأمريكي فيه تخبط يعني كما ذكر ساعة الدكتور ناصر أنه حداث سبعة أكتوبر قلبت الأوراق وقلبت الطاولة وتغيرت المجريات بما كان مخطط لها تسير قد أتفق نوعا ما مع السفير الأمريكي بأنه يقاف المباحثات مع الحوثي في الفترة الحالية وليس الغرض منها أنه سوف تعطوه علو وكعب لا هو يمكن الغرض منها بأنه تكون ورقة ضغط على الحوثي إذا ما أراد أن يتم الاعتراف به شرعيا وإذا ما أراد أن يندبج في الحياة السياسية اليمنية وإلا ستكون دول المنطقة معادية له وسوف يؤجج الصراع مرة أخرى فالأحداث الآن هي تكتيكية وليست حتى عملياتي وليست حتى على مدى خمس سنوات هي على أحداث ما هو مربوط بسبع أكتوبر هذه نقطة النقطة الثانية ما يقوم به السفير الأمريكي هو ترى رسالة إلى دعم الحزب الديمقراطي يعني أنت شايف التنازلات الآن من الحزب الديمقراطي فيما يخص نوعا ما لإيقاف التوتر مع دول المنطقة وخاصة الدول الكبرى مصر والمملكة والدول الفاعلة في المنطقة فيما يخص أنه كانت الإدارة الديمقراطية معادية ولم تصنف الحوثي كجماعة إرهابية والآن يحاولون إعادة ترتيب الأوراق للانتخابات هذه نقطة النقطة الثالثة وضح أنه يعني كانت رؤية دول المنطقة ودول الخليج وعلى رأس المملكة أنه لا يجب أن يكون هناك زي ما تقول فرصة لإعطاء إيران لإيصال ما أوصلته إلى ذرعها وما رأيناه في حرب 7 أكتوبر يعني الحوثي الآن أصبح قوة ضارمة لا ننكر ولا نكابر ولا يجب أن نستقل من قدراتهم لا هي قوة أي نعم ليست بالقوة الفاعلة في المنطقة ولكنها قوة مخربة أيضا كذلك بعض الأحزاب الشيعية في العراق ونأسف على كلمة الشيعية ولكن خلينا أقول لك الأحزاب التي خرجت عن مسار أو النسق الحكومي فبمعناته أنه هناك تخبط الحوثي لو أنه مثلا لم يكن له دعم من إيران وكذلك الأحزاب الميلياشيوية في العراق وحزب الله لم استطاعت أن توصل الحالة الإنسانية في فلسطين إلى ما هي ولما استطاعت أن تعيد يعني سمحت للحوثي أن يعيد ترتيب أوراقة ويصبح قوة قوة الضغط التسليح تغير أصبح لديهم قوة صاروخية بعيدة المدى أصبح لديهم قوة بحرية لا بأس بها الآن العمليات العسكرية وانت متابع منذ السابع أكتوبر الآن أكثر من 200 يوم والبريطانيين والأمريكان وشركاءهم في كل يوم عملية عسكرية طبعا أنا ما أتكلم على التحالف العسكري البحري الفاشل أنا أتكلم على العمليات العسكرية تقوم بها ولازال الحوثي يقاوم فالأوراق اختلفت وما يريده السفير بهذه التصريحات هو محاولة لدعم وجهة النظر الأمريكي وجهة الناخب الأمريكي لكن لواء محمد كيف توسر بعد تصريحة السفير تأتي تصريحات من مصدر مسؤول في الخارجية الأمريكية ويقول أن الخطر ما يزال على الأمريكان هو القاعدة وليس الحوثيين وأنهم يدعمون ورقة السعودية وأنها قيدة بعكس تصريحة السفير سيد عبدالله أنا أقول لك هناك تخبط الحوثي خلينا نرجع على مصدر مسؤول مين المصدر المسؤول هذا الحوثي الآن في كل جلسة استجواب لأي عضو من أعضاء الحكومة الأمريكية في الكونغرس يحدثونهم وبقوة بأن الحوثي الآن يعني عدو وخصم وهدد الأمن والسلام وطبعا إذا هددت اسرائيل تعتبر تهديد الأمريكا أمريكا نعم حاول لإثارة النعرات أو بمعنى صح إثارة الموقف بأن الحوثي لا يجب أن يعلو كعبة فلتنظر إلى أقل من سنة ونصف ماذا كانت تتحدث الحكومة اليمنية دول منطقة للعالم أجمع وماذا كان يقول الأمريكان وماذا كان يقول الأمريكان على العكس من ذلك كان الأمريكان بالعكس نعم نعم من ذكير نعم 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 الوضع الأمريكي التمدد الروسي والنجاح الروسي يعني عكس كل التوقعات ما حدث مع حماس وأنا أقول لك استئسادها أمام إسرائيل هذا أيضا عكس التوقعات فهذه قلبت كل الأوراق وهنا تدار ما نسميه السياسة والإدارة والقيادة هي لا تأتي على أنه في حالة السلم هذه المتغيرات أثبتت أن هذه الإدارة وهذا الحزب هو فعلا حزب فاشل عندما وكان أول خطوة التي فعلها وهو يعني تجريد الحوثيين من جماعة إرهابية وتصنيفهم كجماعة ليست خطر والحجة بالقاعدة أو داعش والآخر هي الشماعة اللي كل الأمر كان يعلقون إذن مسألة برمتها كما ترى هي مسألة تخبط أمريكي واضح وعكس أيضا في إدارة المشهد الإقليمي أيضا الداخلي الأمريكي هذا الطاقة أيضا من الحزب الديمقراطي وعكس ربما أزمة أمريكية أكثر منه أزمة لحلفاء أمريكا أيضا في المنطقة سأعود إليك لواء محمد القبان لكن فيما يتعلق دكتور ناصر هل تجد أن مسألة العدم المضي في الورقة السعودية تتعلق بهذا الموقف الأمريكي أمر ببعض بالحوثين أنفسهم هم الذين يتلكؤون في الذهاب إلى التسوية يريدون خلق أجواء جديدة ومن ثم فرض رؤية جديدة أو شروط جديدة على الورقة السعودية إضافة إلى حداث 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على غزة في عام الآخر يعني هو عام الأوسع ما هو اللي هو التحول في العلاقات الأمريكية السعودية إدارة بيدن هي تحمل مواقف غير إيجابية تجاهها السعودية صحيح وبييدن كان يقول بأنه سيجعل منها دولة منبوذة أثناء حملات الانتخابية وكان يرفض الحضور إلى الرياض ويقاوم لفترة بسيطة طبيعي لحدث التحول أن السعودية تمكنت في تقديري وأنا كمتابع أنه امتصاص هذه التوجهات المعادية الأمريكية يعني في مارس 2021 قدمت مبادرة لأجل السلام في اليمن يعني كان يراد أن يضرب السعودية بالحوثي وتغرق السعودية والمنطقة في حالة من التعقيدات وحالة من الاشتفاك التي لا تفضي إلى شيئا لكن في تقدير أن سعودية تبعت مجموعة للسياسات الانتفاك الصيني أيضا كان مغفران يعني كان خطو منها لأنه بدرة في مارس 2020 وحو أحرجت الأمريكيين لأنه لم تكن الاستجابة من طرف الحوثيين الانفتاع على روسيا الصين بدرجة أساسية الانفتاع على الصين يعني حالة الاكتفاء أيضا أنه كان يظن الأمريكيين أنه السعودية لن تستطيع أن تعيش خارج المظل الأمريكي لكن سعودية يعني تبنت سياسة استقلالية إلى حد كبير فتحت منافذ على أكثر يعني من دول العالم وبالتالي التطورات التي حدثت في المنطقة جعلت أمريكا أيضا في حاجة إلى السعودية وحدث حوار استراتيجي ممتد من شهور بين السعودية وأمريكا هناك رغبة في اتفاق وقال أنه قريب يعني حوار حول المنطقة كاملة بما فيها في تقدير اليمن نعم لكن هل تجد أن المسألة الآن مسألة تتوسف اليمن يعني قبل سبع أكتوبر كان الحوثين هو الأساس يعني في إعاقة هذا المسار يعني بدرجة أساسية لأن لديهم اشتراطات يعني كانت فيه اتفاق تهديئة ويطال أنهم أعزل لديهم اشتراطات جديدة وعندما حان الوقت التوقيع على تجديد التهديئة يعني كان لهم مطالب جديدة وفي كل مرحلة لهم مطالب جديدة الأمر الذي يصعب أن يوجد سلام أو تسوية أو أن تمضي خارطة الأسلام لكن في هذه المرحلة هناك رغبة أمريكية وأن تسرع عنها بعض الأطراف الأمريكية وخاصة ما يتصل بالجيش والمؤسسة الأمنية الأمريكية أنه ليس منصالها أمريكا والمنطقة المضي في خارطة الطريق في ظل حالة الاشتباك في جنوب البحر الأحمر يعني ليس الاعتبارات يمنية ولا اعتبارات مصالع إقليمية وإنما الاعتبارات أمريكا بدرجة أساسية في تقدير أنه عندما تنقشع أو تنتهي هذه الحالة الطارئة سيعود الوضع والأمريكيين لن يقفوا كثيرا أمام خارطة التسوية وربما سيكون الطرف الذي سيعيكها بدرجة أساسية في تقديره هما الحوثين وليس الأمريكيين في المرحلة فيما بعد انتهاء هذه الظرفة نعم ووضع شروط جديدة وما يعني ذلك فيما يتعلق بهذه النقطة لو محمد القويب هل تجد أنه الآن المسار السياسي في اليمن هو معاقب بسبب الحوثين أم ربما بسبب هذه اللحظة أيضا الأمريكية والاشتباك في البحر الأحمر لو محمد نعم إذن بالتالي دكتور ناصر هذا الذهاب إلى التسوية أو عدم الذهاب إلى التسوية هل تجد أنه يعني بعد انتهاء حرب باشرتان وربما قد نأخذ كثير من الوقت في تقدير أن الأمور يعني تمضي في مسار متوازية يعني مسار الصراع والحرب ومسار التسوية أيضا يعني ليست الأمور كلها وليست المعطيات كلها خادمة أو يعني ضغطة باتجاه مسار واحد اللي هو مسار التسوية هناك الأمور تعتمل على المسارين في نفس الوقت هناك استعداد من قبل أطراف الصراع يعني داخل مسألة الجولة جديدة من الاقتتال لاسف شديد وهناك أيضا يعني معطيات ووقائع تدعم باتجاه التسوية في تقديري أنه ربما عوامل الصراع هي أكثر في تقديري أكثر من عوامل التسوية لأنه في يعني إمكانية التوافق أو القبول بخارطة بالخارطة يعني صعب في ظل العوامل الأيدولوجية المرتبطة بالحوثيم بدرجة أساسية يعني مناخات غير مهيئة يعني في ظل يعني نعدام الثقة بدرجة كبيرة بين الأطراف في ظل عدم اكتناع الأطراف بفشل القيار العسكري نعم دعنا نذهب إلى محمد الكربان فيما يتعلق بهذه النقطة هل تقد أن الأمر متعلق بالموقف الأمريكي الآن المستجدم ربما بالحوثيين أنفسهم هم الذين أعاقوا ويعيقون وما زالون أيضا يعيقون المسارة التسوية السياسية على ضوء الخارطة السعودي هي أطراف مشتركة ولكل منها جزئية معينة يعني أنا أقول لك مثلا للعملية السلمية أو لي خلينا نقول لك ما اتفق عليها الأطراف مع الحوثيين عن أن يكون هناك سلام والذهاب بعيدا إلى عملية سلمية ويعني ترحل أزمة اليمن ماذا رأينا من الأطراف الداخلية في اليمن لا يجب أن نغفر الحكومة اليمنية لا يجب أن نغفر المجلس الانتقالي لا يجب أن نغفر الفرقاء أو القوى الأخرى في اليمن هي في حد ذاتها أستاذ عبدالله لديها مشكلة فلم تكن يعني كرافد أساسي لاستمرار للوصول إلى عملية سلمية بل للعكس وجدنا أن هناك يعني اتساع في الهوة وخلينا نقول لك في زيادة الاختلافات فيما بين هذه الفرق الأربعة أو الخمسة داخل اليمن وأصبح الوضع صعب على دول المنطقة هذه نقطة النقطة الأخرى ما رأينا أن هناك في تعنت من قبل الحوثي بأنه يريد أن يفرض أجندته يعتقد بطريقة أخرى بأنه هو الذي دفع إلى هذه العملية السلمية ونسي أنه الشعب اليمني هو الذي تضرر كثيرا وإنما كان يعمل على صالح هذه نقاط أنا من مراقبتي خلال فترة ماضية السنة وشوي اللي راحت لأنه لم أجد أن هناك تحرك مشترع أين عم أجد مع سعاد السفير السعودي يروح وخامة رئيس الدولة والحكومة يأتي إلى المملكة هناك مشاريع هناك محاولة ليعني على الأقل البنك المرحيز لا تجد حراكا يمنيا باتجاه المسار السياسي هذه نقطة والنقطة الأخرى أيضا والنقطة الأخرى ما رأنا بأن هناك لا يوجد رغبة للحوثي لفعلا إعادة على الأقل إحياء العملية السلمية يعني هي جاتة فرصة ذهبية يعني ماذا بعد إعادة الإعمار ماذا بعد على أنه يكون مكون رئيس ولكن الموضوع هذا كله مرتبط بإيران بغض النظر العلاقة السعودية الإيرانية الآن في يمكن أفضل حالاتها ولو أنها فتور وإنما هي يعني محاولة على الأقل التهديئة لما يعني المستقبل ولكن لم نرى أن هناك نية جهة الحوثي أو من الحوثي لي فعلا تفعيل أن يكون هناك سلام والذهاب قدما لا هو يريد أن يعزل الحكومة هو يريد أن يعزل حافظي المناطق الشمالية في اليمن هو يريد أن يكون ارتباطه وما رأينا يعني قبل فترة أعتقد من شهرين إلى ثلاثة شهور رأينا أن إيران سوف تقوم ببناء مدينة اقتصادية في أحد الموانع في شمال الحديدة في الحديدة أو رأس عيسى نعم ورأينا التبجيل والتهليل لهذا الأمر فمعنات أن لازال البوصلة أو لازالت البوصلة متجهة إلى الجهة الإيرانية في وفاة الرئيس الإيراني أو أن الحوثيين يريدون من عميلة السلام اعترافا بهم ونصرا كاملا بدون شراكة بدون تفاهم المخاوف الإقليمية وغيرها وغيرها إذا أعتقد دكتور أنت أولواء من حيث الوبدأ تعتقد أن تعقيدات السلام في اليمن ما تزال قائمة لظروف محلية بمعزل عن التصريحات الأمريكية أو غيرها وأتمنى أن لا يكون هناك يعني عودة إلى الصراع العسكري لأنه ترى داخليا في اليمن لم يتوقف الصراع العسكري يعني أنا اليوم أقرأ في صحيفة العرب اللندنية رأيت أنه في بعض التوتر ما بين المجلس الوطني أو الذي يتبع زبيدي وجماعته في حضر موت والحكومة نفسها نعم في حضر موت والحكومة نفسها فيه هناك توترات بما بينها وإجتباكات أيضا بين هذه القوى المحسوبة على الشرعية مع الحوثي براظر عليك سيد عبد الله لكن تظل محدودا نعم هذه نقطتي بأن الوضع داخل اليمن من أجج هذا لا الحكومة في وضع ضعي المجلس الانتقالي نوعا ما لديه قوة لكن من يؤجج هذه الفتنة ومن يؤجج هذا الصراع هو القوة المتنامية للحوثي واستغل الحوثي ورأينا يعني ما حدث في الآونة الأخيرة بإعتراضه للسفن بإطلاق صواريخ بعيدة في المدى لتهديد الملاحة لتهديد الأمن في البحر الأحمر لضرب عرض الحائط بمقررات الدول العربية يعني رأينا أنه هو يريد أن يفرض نفسك قوة فاعلة وقوة رئيسية تعالوا عندي وهذا سيفشل سيفشل للعملية السنية إلا إذا إلا إذا أن إيران اقتنع بأنه ما تواجهها حاليا ونقطة أخيرة ما حدث لرئيس الإيراني في حادثة الطائرة رحمة الله عليه ما يجب إلا أن نقول إلا أنه رحمة الله عليه حادثة الطائرة بعد التحقيق وجدنا أن هذا النوع من الطائرة هو نوع قديم واضطر أنه أو أنه حدث للحادثة أنه لا يوجد تطوير لقواتها الجوية لا يوجد تطوير لقواتها المسلحة لا يوجد تطوير لصناعتها بسبب العزلة التي يدمح فإذا أنهم فقدوا رئيس حكومة وفقدوا يعني وزير خارجية والسبب هو العزلة العقوبات والسبب العزلة الدولية فبرأيي أن هذه كانت رسالة رسالة موجعة ولكن يعني يجب أن ينظروا للأمور بواقعيتها بأن الحوثي وحزب الله والحزاب الشيعية في العراق وحزاب المياه في الحشد الشعبي يعني يجب أن تتقارب مع محيطها الإقليمي يعني يعني هذه النقطة رفع لك سيد عبدالله لذلك الحوثي هو مستأسد مستأسد أبوه معنا صح يستخدم رتبة الإيرانية وهذا ما سبب في هذا الوضع بأن العملية السلمية أصبحت معقدة أكثر في تنامي تطور الحوثي العسكري وتوسعه العسكري في المنطقة نعم شكرا لك لها محمد القوبان الخيبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر سكايب من الرياض أشكرك كذلك أيضا الأستاذ والدكتور ناصر الطويل أستاذ العلم الساسية بجامعة صنع على قدك معنا أشكر كذلك أيضا أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم ونلقاكم أيضا في حلقة أخرى من حديث المساوة في معنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر